هاي راح 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 رجع لها سيد سيد اياد هاي راح رجع لها لان سيد طارق حرب عنده تعليق عليه يقول اذا اذا مضينا بالقضية التراخيص ندفع غرامات او علينا تترتب اربع مليار قلت عدنا موظف فاسد اذا اذل لي استاذ اياد اي تفضل اذا اذل لحضرته تفضل موظف فاسد الموظف اللي سوى العقد 2007 مع الهاتف النقال واللي راحه للاردن تقرب حضرتك راح رئيس هيئة النزاهة السابق ووزراء ونواب اقد العقد المن ل 15 سنة من 2007 ال2022 طيب شوف حضرتك كل الدول هاتف النقال ثلاث سنين لماذا لان الهاتف النقال يقفز يقول قفاز ما يمشي يعني لما عقد الهاتف النقال وينطونا المليار وربع كل واحد كان كل شركة عدها مليون وثلاثمائة الفاتف مشترك الان كل شركة 15 مليون هاتف بشقد 15 بناء على التوقيع الاولي ما نقدر نزيد فلوس يعني اضرب لك شيء بسيط خلنا نرجع للتاريخ اقدت بريطانيا اتفاق النفطية العراق كان ذاك الوقت رحمت الله على روح حساسون حسقين وزير المالية تعرف الباون والحرب العالمية الاولى كانت بريطانيا وصلت الى على طبيع الدفع يكون بالباون الانجليزي حساسون حسقين يفتهم مو مثل طهرق حرب قالهم يا ابا الباون الانجليزي او الذهب اعطوا علي الرعاق ببغداد يهودي يحب الذهب يأبنى اشي تقرب جماعات تسولستانية بالقضايا بالتسعة وعشرين صارت الدورة الاقتصادية يسموها الباون صار يجيب خمس طاونات يعني نزل من نجد ثمانين من قيمته لما ارادوا يأخذون فلوس النفط من بريطانيا الشركات قالهم عبرونا بالذهب اكو ناس تتوقع هذا لما اقدوا جنابك اي ما ماكوا واحد راح ذكي لان لو ذكي شان قالهم يا ابا تماما دفعونا مليار وربع لكن على اساس مليون ونصف تليفون كل ما يزيون تليفون عندنا يجب ان ندفعونا اكثر مو هسا الكاظم راح سوى جولات تراخيص تجددتهم العقد وهاي المصيبة والسوداني كسب الدعوة جولات تراخيص ما لاش اي ما الهاتف النقال لا يا سيدي ترخيص العفو سيدي بخليك كمّل يعني موجب العقد يجوز تجديده اخ لا لان شلون اخ يعني زين خلينا ضرب لك مثل اخر مفوضة الانتخابات اللي معروف سمعة تشينية السابقة اي عقدت عقد ويا شركة هاي اليوم صارت القضية ويا شركة اسفانيا وشركة كوريا ما الاجهزة تسرع النتائج عافية الشركتين به الليك زين رادوا يقولون نفسخ العقد وياكم قالوا الدفعوني 850 مليون دولار مو هي الورطة عندك موظف فاسد من يعقد ما يضمن حقوق الدولة شقدها سندفع شركة يعني يعني تقبلها البيت توفيق السويدي الاثري التراثي اليوم وزارة العدل 4000 دينار بالسنة ايجارة تقبلها موال موال بكبرى موال بكبرى انت مو تقولي بالسنة 6 ملايين دينار انت تقولي الموظف الفاسد سيطارة يعني 5000 دولار بالسنة 5000 دولار تقبلها فالموظف موظفنا فاسد موال بكبرى 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 موال ب